عملت ايه في القاضية ممكن لما اه اه افشي اجاب الجون اه انا كنت قاعد في معسكر كنت بتفرج في اسطنفل اه وكنت بتفرج على ايبات بتاعي وكده وايبات كبير كده بقى ادفع في حب حلوين بقى اللي ايه ايبات كبير اه ادفع في حب حلوين بقى ابلغ كبير بره اه دم اه بقى اه اه الجون جاءوا مثلا عامل بتاعك كده كله وطاق اه ومكسر اللي عادت كسر في بقى الصاحب من قضة تانية جاي يقولي في ايه وقلت له ما فيهش خش بس يمش انسان اه 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 وطبعا كنت مبسوط جدا كان احساس جميل جدا جدا ومشاء الله كمان خده البطولة اه اللي يقولك ادي النادي ده عظيم ودي ادي الجيل ده جيل قادر على انه هو يعمل انجازات كتير خده البطولة بعد اه راه وخده الصوبر بعد اه راح وليه ابو كسر عامل ده خده التالت رجعوا وصلوا للنهائي دلوقتي وبعد كده اخد الصوبر الافريكي تقريبا لأ اه عقلية النادي عليها كبيرة مش لو هو بياخد بطولة ويعيش عليها ما بيكسبش مطش ويعيش عليه لا ده هو بيكسب مطش خلاص تاني يوم يوم جديد مم بتفرج عشان ناول مؤتمر مؤتمر الصحفي بتاعه قبل ماشي الترجل الاخير بيقولي احنا عملناش حاجة احنا عندنا مطش نكسبه وبعد اما نكسبه مش هنفكر فيه خلاص لو هو بيفكر هيكسبه اه ويه اللي جاي لان هو اللي جاي هو الاهم اللي جاي الاهم وبعدين خلاص هيقدر بطولة افكرك هيقدر بطولة ان شاء الله ان شاء الله يقدر بطولة ويتلاقي في تحدث هنا وراء على طول ويعدوه فدي هي عالية النادي الاهلي وديت اللعيبة اللي موجودة العالية كلها وصلالهم اللعيبة كلها وصلالهم اللعيبة اللي معاهم قديمة ووصلهم الشعور ده يعني اشتركوا في القناة